السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معي النهاردة في فيديو جديد من فيديوهات قناة مامة عالية والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن الأمع الحلواني هل هو مهمة ولا لا وهل أشتريه بطريقة تركيبه ودي أول حاجة هنبدأ بيها بإذن الله طبعا الأمع ينفع للكريم شمطية ينفع لبلح الشام ينفع بيجي معاه أشكال كتير ولكن في شوية حاجات لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنستخدمه إن شاء الله هقول لكم عليها يلا نقول بسم الله بصوا بناتا هو الأمع بيجي بالشكل ده مقفول من الجناب والبوز بتاعه آآ بالشكل ده فبالتالي أنت مش هنعرف نستخدمه هنقول إزاي نركبه الأمع بيجي معاه قطع مختلفة ولكن في قطعتين مميزين اللي هي القطعة دي اللي شبه الغطى بتاع إذاست الميا ودي هي اللي بتدخل من جوه الأرطاص يعني شبه إذاست الميا دي الرقبة بتاعتها بدخلها بالشكل ده جوه في الأرطاص طيب البوز ده هعمل فيه إيه؟ لازم هاقصه ولكن هاقصه كم سنطي حوالي اتنين أو تلاتة سنطي بحيث أن أنا هطلع الأول عشان أسيب على قد الوسع أو الخنء بتاعة الرقبة يعني اللي هو يدخل فيها يعني يدوب حوالي اتنين أو تلاتة سنطي وهبدأ أن أنا أدخل كده وهائز تاني مش هقول لكم إن إحنا هنحط الرقبة لغاية لما مسلا إنها تطلع من تحت لأ أنا مش عايزها تباني يا دوب آآ تضغطها حاجة وسيطة فأنا أنت اللي هتعرفي الطول ده بس هو بالكتير سنطي وهنيجي بقى القطعتين دول اللي هي اللي بتربط هدخلها بالشكل ده وهبدأ أني نألف عليها عايزة تقصي أكتر براحتك عايزة تسيبي كده براحتك أنا هقصي بس شوية لإن أنا مش بحتاجة الطول ده نفس الوقت عشان ما يطلع ليش العجينة مش بضبوطة ولا حاجة لأ أنا عيدوب هعملها على قد بوز القمع بالزبط عشان تبدأ الكريمة أو البلح الشام أو الحاجة اللي أنا هعملها تنزلي كويسة من الحروف بتاعتها هبدأ أحط الكوهر ده من برا اللي بقى اتفقنا الغطب تعالي الرقبة ده من جوة من جوة الكيس من جوة وده بحط القمع من جواها وبربط عادي خلص بس بربط بالراحة مربطش جامد ما بقرطش عليها جامد لأن الكيس ضعيف ومعرض أن هو يتقطع طيب ناخد بالنا من إيه بقى القمع منفعش أن انتي تعبيه كله يعني بلاش أن انتي تعبيه كله عشان تشتغلي به لو عبتيه كله بصي آه أول ما هتعبيه يعني حاول انك تعبيه لغاية الروبع كده لو عبتيه كله ومجرد ما هتيجي تمسيجي وهتضغطي ينزل على الحديق البلاستيكي اللي تحت دي وهيبقى حامي عليها كده فهتبدأ أنها تتشرخ وتتقطع وتبقى ضعيفة لكن لو عبتيها حابة صغيرة بالشكل ده وبدأت تضغطي هيبدأ معاكي كويس في نفس الوقت هو محتاج أن العجينة تكون طرية نعمة مش تقيلة مش محتاج أنك تكبسي كابسي قوي على الكيس الروحة جدا آه طبعا الكيس عايز معاملة خاصة طيب لو الكيس آه بيجي معاها أشكال كتيرة طبعا أنا شفت الشكل ده بيعملوا بيه البسكوت وكده ولكن أنا صراحة ما جربتوش لأن حسن لسه هو صغير آه لكن الكيس مجمل وسهل وبسيط ودي كانت الطريقة بإذن الله أتمنى أن هي تكون عجبتكم وإن شاء الله تعملوا لي سبسكرايب واشتراك ولايك للفيديو آه تحت عمركم لأي سؤال الأمع سهل جدا وخامتوا كويسة آه ولكن كني حريصة وانتي بتستخدمي مشكركم جدا تحياتي لكم والسلام عليكم شكرا